معي من المدينة المنورة رؤى الشريف اختصاصية نفسية واجتماعية مساء الخير أهلا بكي معنا سيدة رؤى إلى أي درجة هناك إمكانية لضبط الهواتف مع الأطفال؟ مساء الخير حبيبتي أهلا وسهلا أهلين سيدة رؤى نحن على الهواء مباشرة مساء الخير أهلين دبط في ضوابط جديدة دائما ما يحكي عن ضرورة وضع ضوابط على استخدام الأطفال للهواتف وطبعا سبب الرئيس مواقع التواصل الاجتماعي ولكن إمكانية الضبط إلى أي درجة هي موجودة؟ أنا في البداية بس حب أشكر كمان استدافتك فيه المهمة للجميع أهلا وسهلا وطبعا وبالمسبة للموضوع اللي تتكلم عنه صحيح في البداية أي حاجة فيها اختراف وفيها تلبيات أنا ما حاكم ضد الموضوع دا بأن الأيباد بسلو سلبيات معك سيدة رؤى ففيه جوانب كثيرة فيه جوانب سلوكية وفيه جوانب بتكون كمان عقلية وفيه جوانب طبية يعني كثرة جلوسة الطفل أمام الأيباد وأمام الجهاز والإسترونيات بتسبب أوقات عزلة اجتماعية وأوقات بتسبب اكتئاب وسلوكيات سيئة وأوقات بتسبب إدمان وأوقات بتسبب تأخر في التطور الاجتماعي والعاطسي كمان للطفل نفسه وأوقات بتسبب سمنة واضطرابات في قلة النوم وكمان فيه كمان بمشكوا منيانا شغالة طبعا في قطاع صحي فبيكون فيه أطفال أوقات وحالات بتجينا نفس الحالات اللي بنتابعها ونفس الأطفال بيكون أساساً البقراند حقهم الطبي وفي مرض مثلاً لا صرع أو ما في عندهم مثلاً تشخيص طبي سابق إنه في عنده صرع أو ارتعاش أو أي شيء قديم عندك ولاية سيدة رؤى ألو إيه سيدة رؤى عم بسمعي إيوه بيكون لما بدخل لله بأدخل للوالدة أو بأدخل للبلة في نفسهم فبأتقل عن الطفل بيكون مثلاً البقراند داعين دو من زمان فبأكتفت إنه الوالدة بتقولي لا مثلاً مرض الصرع أو مثلاً مرض الرعاش شيء جديد فبأسألها طيب مثلاً من ناحية الاشتراعية من ديوجد مع الطفل طور الوقت بتكون خادمة من بيكون معه بتكون صبعاً أنا بتقولي مني أنا موظفة فالطفل بيكون طور الوقت مع الخادمة هو حتى لو مش المربية معه عم بيكون بكتير من الأوقات السبب والمشكل اللي مفكرين الأهل بيلهوا فيه الطفل أو يعني يرتاحوا منه ما بعرف كلمة يمكن سلبية شوي بس هايدي اللي طلعت هلأ بيلتهي بالآيفاد خلص دي دي من ناحية السلوكية لكن أنا بتكلم مع الأم من ناحية واحدة إنه طفلك الآن صار مريض صرع أو مثلاً صار مريض رعاش بسبب إيه؟ إنه فيه وميض في الآيباد بيسبب له هذه الأمراض وفيه أمراض عقلية بتسبب كمان نفس الهتزازات بتسبب له هذه الأمراض العقلية فبتكلم من ناحية إنه أنت بتتركي من ناحية إنه بتقولي أبغى أرتاح أو بترجع من الدوام أنت بتقولي أبغى أرتاح من صفلي فأنت هنا بتسبب يعني مشاكل صبية صفلك وسلوكية وإنت كمان بنفس الوقت إنت اللي حتتعبي يعني أنت مع الضوابط اللي لازم تنعمل على مواقع التواصل الاجتماعي غير موضوع الأهل يعني بريطانيا اليوم عم نحكي عن ضوابط يتم العمل عليها هذا هو ففي أطفال من مرحلة مثلا أربع لسبع سنوات بتكون هذه مرحلة مرحلة نشأة يعني الأم هي اللي متحكمة فيها هي اللي مثلا في البداية تشغل الطفل بأنشطة عائلية يعني مثلا تخلي الطفل ينشغل معها مثلا إذا كانت بنوتا بتنشغل مع أمها في صنعة جينة صنعة لأكيل الطفل مثلا إذا كان صغير يعني لسه كمان تحت الأربع سنوات ثلاثة سنوات ما بتجلسوا على الأيبات لا تحطوا مثلا تحط تباحة تحاول تعلم مثلا بالعاب مائية بسيطة عرفتي أنا اللي أكصده أنه من مرحلة أربع لسبع سنوات هذه مرحلة تنشئة فهذه هنا دور الأم دور المربية دور من جالس مع الزبطة عساني نحمي الطفل من الأمراض السلوكية والأقلية وكمان من الأمراض الطبية وهذا أكبر خيط أكبر حاجة يعني بتاعدني نحلس المجالة السلوكية وبالنسبة للأطفال من مراحل 7 إلى 12 سنة هنا فيه دور كبير للأم ودور كبير للمربي وللأب كمان يعني ممكن يبدأوا يدخلوا الطفل في نوادي في أماكن مثلا فيها خيول في مثلا أماكن سباحة ما هو المشكلة قد ما عملوا له النشاطات فيه وقت للآيباد لازم يكون للأسف لهذا الجيل والأهل يعني بفتكر هلأ كل الأهل بيعرفوا ضرر للوقت اللي بيقضي طفل على مواقع تواصل على الآيباد وبيعرف ياللي لازم يكون بس الإمكانية أنه سيطرة على أولاده بهذا الموضوع تحديدا وخاصة هالجيل صار صعب يعني على الأقل خلينا نعرف منك كآخر سؤال شو الوقت المنطقي يعني نفسيا واجتماعيا للخروج بأقل الأضرار سيدة الياس شو الوقت سيدة رؤى المنطقي أنه يقضي الطفل على الآيباد يعني أنا أحف بالكثير في اليوم بتراوح ما بين ساعة مثلا بعد الظهر بعد ما يجي الطفل من المدرسة أو في الساعة أو في الساعة يعني قبل النوم يعني وكمان بيكون البرنامج محدد بصراحة يعني حاب أن يكون البرنامج يينمي زكاء الطفل من ناحة الألعاب المفيدة يا إما من ناحة أنه يعود الطفل على عادات سليمة تناسب تقاليدنا وعاداتنا يعني في المجتمع أنا هذا اللي أنا أشوفه من ناحة السلوكية وساعتين في اليوم بتكفي وباقي اليوم هذا يعني دور الأم والأب فيه بصراحة يله فيه مو مثل ما الأمهات دحين في دا المجتمع الأم بتروح الدوام أو بتروح مكان عملها أو بتروح فهين ما كان بتسيب الطفل قاعد لحاله بساعة ستة سبعة تمنيه ساعات طب كده يعني أنت كده بتنمي في الطفل أشياء الأم ما تعرف أبعادها بس هي ما فيها ما تشتغل بحالات عديدية وفي أمهات أصلا هي أساسا يعني فعلا فعلا أنا خجران من الكلمة بس بحكم من جد وظيفة أني أنا في مجال طب في مستشفى يعني مرموقة وكبيرة الدار في المدينة منورة بيجينا حالات من صغير ومن سبيل فبيجوني أمهات بيشوره أنه مثلا طفلي أنا أوقات بلاقي بيسوي عنق طب أقولها أنت بس يعني مع احترام أنت بسقعد مع طفلك بتقول لي لا بيجلس على الأيباد طيب بسألها بس أب أقولها أوقات عملك تقول لي لا أنا مني موظفة طب إنتي منيك موظفة بصيد طفلك هذا الوقت لي عشان بتقول أنا بلاقي وقت لنفسي يعني هنا كمان يعني يدخل كمان ترى كثير من جوانب المشاكل الاجتماعية للأم والأبو وللأم نفسها يعني في جيل جديد من الأطفال وفي للأسف ستات هالجيل كمان وستات هالأيام غير تماما عن حقيقي غير لا يوجد أي مسؤولية حقيقي هنا طفل بينظلم فأنا بصراحة أنصح بساعتين وكمان بنفس الوقت ما يكون في حرمان للطفل بحيث أنه ما يفضل وحتى يكون في مراقبة على هالساعتين شو عم يحضر شو عم بيعمل بهالساعتين شو عم بيشوف طفل شكرا المدينة المنورة رؤى الشريف اختصاصية نفسية واجتماعية